نهاردة كلمة ربنا بعنوان أنتم لستم من هذا العالم لأن أولاد ربنا اللي عايشين في العالم ظاهرين زي ما بيقول معلمنا بوليس الرسول أولاد الله ظاهرون ظاهرون يعني إيه يعني هم نور العالم فهم ظاهرون أما أولاد الشيطان برضو ظاهرون بالخطية وبالشر وبالظلمة أولاد ربنا هم الحنطة الحنطة المزروعة في العالم بتجيب سمار هي سمار الروح القدس لأن ربنا يسوع المسيح لما قال المثل بتاع الحنطة والزوان ففسر أن الحنطة هي أولاد الله والحقل هو العالم الحقل اللي تزرع فيه الحنطة هو العالم والحنطة هي أولاد ربنا أما الزوان اللي تزرع بالليل في السر وفيه واحد جهه زرع الزوان ليلا والناس نيام الزوان ده هم الأشرار فهنا في الحقل أولاد الله ظاهرون هم الحنطة وأولاد الشيطان ظاهرون وهم الزوان عايشين مع بعض آه بس أولاد ربنا قادرين أنه هم يحفظوا نفسيهم للمسيح يحفظوا نفسيهم إيه للمسيح آه بنقول أن أنتم لستم من هذا العالم يا حبائي لأن المعاشرات الرديئة بتفسد الأخلاق الجيدة زي ما بنقول الحنطة والزوان مع بعض الناس كلهم مع بعض في الحقل اللي هو العالم ولكن بنلاقي أني في خطورة من أن بقى بيحصل الاندماج دهوت بمثابة المعاشرة يعني بناخد من ثقافة العالم ووحشته وطريقة الناس الأشرار ونعيش بيها ما هي دي اسمها المعاشرة المعاشرات الرديئة بتفسد الأخلاق الجيدة لكن علشان إحنا مش من هذا العالم لسنا من هذا العالم بنقدر نحفظ نفسنا بتقالدنا بمسيحيتنا بأخلاقنا بإنجلنا بمعاملاتنا الخاصة إحنا مش هنندمج في المعاشرات الرديئة ونبقى زي الآخرين للأسف الشديد فيه بنت كان اسمها دينا ودينا دي بنت أبونا يعقوب في العهد القديم يعني للأسف دينا كانت بتخرج كل شوية من الخيمة وبعدين تتمشى في الحقل تتمشى هنا تروح هنا تيجي هنا ده كويس ماشي فيش مشاكل يعني ولكن هي ارتبطت بولد اسمه شاكيم وبالتالي أخطأ معاها فطبعا لما هو حب إداري الغلطة بتاعته قال نتجوزها فهو أبوه كان اسمه حمور راحوا لأبونا يعقوب وأولاده علشان يطلب إيد دينا وطبعا كان فيه تقليد أبائي يعني في الوقت ده إن المفروض أولاد ربنا ما يتجوزوش مع أولاد بنات كنعان اللي كان اسمهم في الطفان بنات الناس لأن لا يعرفوا الله بيعبدوا أوسان ما يعرفوش الوصية الإلهية عندهم تقليد شريرة جدا ولكن البنت حصل بقى أن هي أخطأت مع الولد شاكيم فجم يطلبوا إيديها فطبعا أولاد يعقوب حضروا مكيدة وبيها أتلوا أهل شاكيم كلهم أبونا يعقوب زعل قال ده مش دا الحل أنتم قدرتموني في الأرض إزاي تعملوا كده في الناس لكن هي الخطية خاطئة جدا وكل قتلها أقوياء فهو إيه المشكلة الأساسية الاندماج غير السليم الاندماج غير السليم إحنا فينا عقل وفينا عين وفينا فكر وفينا المفروض نميز ما نغرقش نفسنا وهنا بقى حصل أن المعاشرات الرديئة أفسدت الأخلاق الجيدة عند مين؟ دينا بنت أبونا يعقوب علشان كده البنت ديت ما تذكرش سرتها بعد كده خالص يعني ما تذكرش سرتها زي رعوس ولا زي مثلا رحيل ولا ليقة ما تذكرش سرتها زي مثلا سوسنة العفيفة خدتوا بالكم إستير لا ما هو ما إحنا لازم نفتح من أولها لازم ناخد بالنا من نفسنا لأن المعاشرات الرديئة ممكن تفسد الأخلاق الجميلة اللي إحنا شربناها في التعليم وشربناها في الكنيسة مثلا وشربناها في الإنجيل والكتاب المقدس اللي عمل زي البنت دينا ديت برضه أغسطينوس لدرجة أنه خلف خلفة غير شرعية تصوروا بس فيه بقى فرق هنا ما بين أغسطينوس ودينا أغسطينوس قاعد يدور على إصلاح نفسه فمرة دخل الكنيسة حضر عزة للقديس أمبروسيوس أسقف ميلان اتأثر جدا بالعزة وقابل سيدنا الأنبى أمبروسيوس وتعمد على إيده وعرف المسيح الناس لقوه اتغير خالص فاختروه كاهن قالوا لا دا ما يكفناش دا إنسان بقى قديس عظيم واتغير احنا نرسمه أسقف كمان خدوا بالك إزاي بس برضو الوعكة الأولانية كانت بسبب إيه أن المعاشرات الرديئة قد أفسدت الأخلاق الجيدة أصل العالم فيه معاشرات رديئة جدا ممكن تفسد الإنسان وبتبقى مطروحة قدام عنينا وعلشان أنتوا أولاد ربنا يسوع المسيح عارفين تميزهم ما بين أولاد الله أو طبيعة أولاد ربنا وطبيعة أولاد الشيطان أولاد الله ظاهرون وأولاد الشيطان ظاهرون أولاد ربنا ظاهرون بالنعمة بالنور أنتم نور العالم أنتم نور العالم بنقول أن نحن لسنا من هذا العالم لأن معلمنا يحنى الإنجيلي في رسالته الأولى 2-15 يقول يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته تزول إن أحب لأحد العالم فليست فيه محبة الله اللي بيحب العالم أكتر وشهواته وأهواءه نزواته أطماعه حسده السعي وراء القنية بطريقة فجة وظالمة الخطف الطمع هو ده العالم فيقول لك إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الله عاوز أقول لكم شيء يا حبائي نحن نحب العالم ونكره العالم إيه الفرق بين العبارتين دولة نحن نحب العالم بمكونه البشري إحنا بنحب كل الناس بمكونه الطبيعي من طبيعة وزروع ونباتات والطبيعة اللي خلاها ربنا ما أعجب اسمك يا رب في الأرض كلها لأنه قد ارتفع عزم جلالك وجمالك فوق السماوات فوق السماوات من أفواه الأطفال والردعان هيأت سبحاً العالم إحنا بنحبه من الزاوية دي بنحب فيه المكون البشري الناس كلها حتى الأعداء وبنحب فيه كمان المكون الطبيعي اللي خلقه ربنا لكن لا نحب الأعمال الشريرة اللي طلعا من الناس اللي ظهرت أيام سدوم وعمورة واللي ظهرت أيام الطفال وهو ده العالم الشرير للدرجة أن ربنا قال لأبونا نوح قال له أن الظلم انتشر في الأرض وبقوا من الناس تغاه تغاه في إيه؟ في الخطيئة والشر والشزوز الحاجات الوحشة فنحن نحب العالم في مكون البشر والطبيعي ونكره العالم في سلوكيات وشرور الناس اللي هي بتظهر وبتبقى موجودة أعوز أن لكم شيء مهم جدا أن أولاد ربنا من كتر حبهم لربنا أكتر من مباهج العالم طلع منهم فئة قالت إحنا هنكرس نفسنا لربنا وفقد حلو حلو بس مش كله حيعمل كده برضو يا ما في ناس عايشة في العالم قديسين ويا ما ناس عايشة في العالم ماشية بوصية ربنا وهي في غاية الفرح والسعادة وأيضا التعزية الداخلية ففي فئة من الناس اختاروا لنفسيهم طريق اسمه طريق التكريس القلبي التكريس القلبي والتكريس الحياتي يعني عزلوا نفسيهم للعبادة وللصلاة ولأيضا حياة التوبة المستمرة في البرية الأنب انطنيوس قال لك أنا حمشي في الطريق ده فبالمصدفة دخل يحضر الأداس فربنا كلمه بخصوص الطريق ده قال له إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك واعطيه للفقراء واحمل الصليب وتعالى ادبعني فطلع من الكنيسة وعمل فعلا بيع كل ماله ومن الجمال في الأمر إن أخته مريم كانت برضا عايزة تكرس نفسها للمسيح بنفس المنهج ده وبقى هو بعد كده الأنب انطنيوس أب الرهبان وجيه أب تاني اسمه بولا وبولا دهوت اشتهر بلقب بولا البسيط كان متجوز مراته اتنيحك فقال نتجوز تاني لظروفه متجوز تاني والكنيسة سمحت له كده طيب للأسف دخل مرة البيت لقى امرأته بتخونه مع رجل على سريره فقال لها ايه قال لها مبارك لك فيه أيتها المرأة ومبارك له فيك إذا اخترتيه دوني أنا بدوني أنا يعني انت فضلتي عنه يلا بالسلامة مبارك عليك خلاص انتهت القصة وبعد كده راح للأنب انطنيوس بس في منطقة الميمون ما كانش لسه الأنب انطنيوس راح البرية الشرقية وتقابل معه هناك وبعدين اختبروا كذا اختبار لقى ثابت في عزيمة قوية في تكريس نفسه للمسيح كليتا فقال له روح للناحية التانية واعمل مغارة وعيش فيها وفعلا حصل وبقى من أعظم القديسين أقواله وحياته حتلاقوها في بستان الرهبان اللي هو الراجل اللي هو ابولة البسيط ده كان بسيط علشان بيعمل المعجزات بتلقائية مش قاصد يعني يعني يجي واحد فيه روح ناجس يتضع أمامه جدا فروح الناجس مايحتملش اتضاعه فيخر فأطلق عليه أمبابولة البسيط عندنا قديس اسمه مارس حاق السورياني ده كان اب اسكف على مدينة نينوة في العراق وبعدين يجي يرشد الشعب يقول له يا ابني اعمل كذا كذا يقول له لا انا ما عملش الكلام اللي انت بتقوله ده يقول له طب خلاص الست تيجي تقوله في موضوع وتشوره في حاجة يقول له لا انت المفروض احنا نعمل كذا كذا ونلتزم بواسية الله تقول له لا ما اقدرش نلتزم بواسية الله فلما شاف كده فقال امال انا يعني ابو اسكف على ايد انا كده يعني يعني مش صح مش ماشي صح لا انا ارجع الى البرية واعتكف فيها واصلي من اجل الناس دولا وفعلا رجع للبرية وبعدين من اشهر اقواله يقول ايه للانسان اذكر ملكوت السماوات لكي تجذبك شهوتها واذكر نار جهنم كي تبغض اعمالها يعني انت في العالم عايش هتلاقي فيه نعمة ربنا تشدك للكنيسة علشان السماء والابدية تجري عليها وحتلاقي في نفس الوقت الشيطان عمال بيزين لك حاجات علشان يشدك وبعد كده اخيرا تبقى فيه نار جهنم فانت في العالم شوف الصح تعمله والغلط ما تعملوش وتبغضه لكي تبغض الاقل تكون في جهنم كمان عندنا واحد اسمه القديس ارسانيوس قال انا حسيب كل العالم انا معلم اولاد الملوك وكان معلم للاولاد الملك فالريان الامبراطور الروماني قال ده انا اكرس قلبي للمسيح واخلي كل حياتي للمسيح فعلا راح بعد النطرون والتلمس على يد القديس العظيم ابو مقار وبعدين فيه واحدة اميرة كبيرة اسمها ميلانيا كانت شهوة قلبها ان هي تروح تزور الاباء القديسين دولت في البري فوسط واحد معها كان اسمه روفينوس كان راهب من مكان اسمه مقادونيا وبعدين جنوب اوروبا يعني كانوا كل الناس دي تحترم اول رهبانة الابطية وتعتبر ان الرهبانة الابطية هي الاولى والعزمة في العالم وهي الام لرهبانيات كل العالم لان اللي اسسوا الرهبانيات في كل العالم تلميذ انبا انطونيوس وابو مقار والانبا بخوميوس والانبا شنود رئيس متوحدين ما هو راح افاسوس مع البابا كرولس عمود الدين ونشر الرهبانة الكتاب بس بتاع الامبا انطونيوس اللي عملوا وكتبوا البابا اساناسس الرسولي نشروا في شمال اوروبا وجنوبها وشمال افريقيا لدرجة ان القديس اوستينوس لما اراه قال لا ده انا حراه بان انا كمان وعمل دير للرهبان ودير للراهبات باسم الامبا انطونيوس المهم فهي قالت له يا روفينوس انا عايزك تودينا مصر اتفرج على القداسة ويردت خلينا قابل الامبا رسانجوس معلم اولاد الملوك ففعلا اخذه رحوة الناتروم فهي لما شافته ومشيت وراءه هو كان باع ايه باع العالم وما في العالم سابه ومشي عشان كده احنا ما نزعلش من الاباءنا الرهبان لما ينصرفوا عننا سبوهم في حالهم ما نضايقهمش خدتوا بالكوا بالحكايات بتاعة اهل العالم هو مش هيدركها اوي ولا تلاقوا بنت تروح تشور ابونا الرهب في الخطيب بتاعها والخطوبة والجواز ما هو ساب الحاجات دي احنا بنعصر ابونا هنا بلاش نضايقهم يا حبائي خدتوا بالكوا ازاي وهو في نفس الوقت لا يدرك الظروف المجتمعية في المجتمع اللي احنا عايشين فيه فاحنا بنتعبه وخلاص فاخدوا بالكوا فالمهم هي ميلانيا دي مشت وراء الانبر ثانيس قلت له يا ابانا يا ابانا صلي طيب من اجلي فرح التفت لها وقال لها ايه انا اصلي الى الله ان ينزع ذكرك من قلبي كلمة صعبة اه هي صعبة على الست انما هو يقصد ايه يقصد ان هي حتروح انها مش عاوز يفتكر اي مفاتن من مفاتن الدنيا في هذه المرأة او خلافه او حتى صوتها او كده يبقى في قلب هو عايش في البرية يعني هو عايش في البرية في حالة من النقاء مش عاوز يلوس هذا النقاء باي شكل ان كان فهو قال لها انا حاصلي لربنا ان هو ينزع ذكرك من قلبي طبعا ممكن اي حد يزعل من الامبر ثانيس ان يقول الكلمتين دول لكن احنا نعرف قصده عشان ما نزعلش يعني نفهم هو ايه موقفه يعني نفهم ايه موقفه عشان ما نزعلش منه لكن انا عايز اشير ليه الى اي مدى استطاع القديس ارسانيوس ده ان هو يترك العالم وينسى العالم زي ما بقول معلمنا بولس الرسول ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو قدام ما هي الاية تنطبق عليه بالمعنى ده ونلاقي كمان يا حبائي ان داود النبي بقى بيوصل للنقطة دية ان العالم عنده مهما كان هو ملك مهما كان غني انما كله لمجد الله كله لمجد الله لدرجة كان بيحوش كل حاجة علشان ابنه يلاقي الحاجة دية الاموال والدهب والفضة والخشب ويبني بيه بيت ربنا تصور لان ربنا قال له يا داود انت ما تبنيش البيت لانك ايه حربت كتير انت ابنك هو اللي حيبنيه فكان بيحوش لابنه كل حاجة سمينة لاجل بيت ربنا زي ما انتو كده يعني ضحيته بالغالي والسمين عشان تعمله اجمل كنيسة عند سيدنا ابا سيدا روس الكنيسة الجميلة على اسم امنا العدرة مريم قالتو بقى لكم هو الملك داود طب بيقول لي بقى الملك داود بقول غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك هو هو بيترك العالم وما في العالم لان محبة العالم تزول وشهوته ايه تنضي وشهوته تنضي على فكرة الاية دي كل اداس بتتقال في نهاية قراءة الابراكسيس اعمال الرسل كل مرة كل يوم في الاداس لو فيه اداسين في اليوم تتقال برضو مرتين علشان الكنيسة دايما تفكرنا بان الرب قاتن وحنسيه بالعالم وشهوته تنضي وتزول مفيش حد يروح للغلط والخطيئة وتمادة ويفكر ان هو حيقبت في العالم وحيفضل يشبع يشبع من العالم مش حيشبع اساسة من العالم احنا لو حبينا نقول ان ايه هو العالم الشغير الوحش المضل اللي ممكن يجري في الانسان ليه اماكن بعيدة جدا جدا ليس فيها ماء ولا زرع ولا حاجة ايه هو العالم العالم الوحش ده هو الامل والمستقبل الوحيد للاشرار هو الامل والمستقبل الوحيد للاشرار ده عدو الخير حبي يصدر الفكرة ديت لربنا يصعى المسيح فاخده على جبل عالي بيقولك واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له اعطيك هذه الجميع ان خررت وسجدت ليه يعني ممكن تلاقي فيه العالم يعرض عليك اموال كتيرة بس انت لو عملت حاجة غير شرعية ضد الناس وضد المجتمع وضد البلد والعالم اهوت ان خررت وسجدت ليه بيجي بقى الامبا موسى الاسود اللي هو كان ما بيخليش حاجة عاوزها ايه لو يعملها انبا موسى الاسود تعارفين قصته بيقولي بقى لما هو عرف المسيح وعاش في البرية يقول لا تهتم بشؤون العالم كأنها غاية املك في هذه الحياة غاية املك يعني الاملة بتاعتك انك ايه تاخد كل ما في العالم بس الطريقة غلط احنا طبعا مش ضد الطموح ولا ضد التقدم ولا ضد الشطارة انت لو تاجر خليك شاطر وتكسب كتير بس بالحق وبالخير مش بالطريق الغلط والطريق المعووج لا يجي القديس ابو مقار العظيم يقول كولوا لي يا ابايا هل الملائكة في السماء تجمع زهب وفضة وتسجد لله لا يعني عايز يقول ايه ان السماء ما فيهاش لا زهب ولا فضة ولا بيوت ولا اي حاجة ده اعظم العظماء يعني في العالم في التاريخ الانساني وكانوا اغنياء اغنى فاحش جدا 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 انما في الاخر بي ايه بياخدوا مساحة قد ايه يدوبك سبعين سنتي في متر وسبعين سنتي مش كده برضه اه هو ده اللي حيطلع بيه هل حيطلع بالدهب بتاعه هو ايه غلطة الغني الغابي ايه غلطته انه ضمن الحياة وجعل العالم هو الامل الوحيد لحياته لدرجة انه قال يا نفسي كلي واشربي فان عندي خيرات كثيرة لأيام ايه لسنين ايه عديدة قال له ده كده ضمن الحياة لنفسه في حين ان الحياة ديت في يد مين يد ربنا على طول ربنا دخل في الامر قال له لا لا ده انا انا اللي معايا الحياة انا احيي واميت الليلة تؤخذ نفسك منك علشان تعرف ان الحياة دي في ايدي انا مش في ايدي المخازن اللي جوه ديت اللي انت شايلها دي قد تقولك ازاي ففي اولاد الشيطان او اولاد العالم بيجعلهم العالم وكل مكوناته الشريرة هي الامل ما هو العالم احباي هو شهوة العيون وتعظم المعيشة وربنا في العهد القديم حتى كررها السيد المسيح في العهد الجديد قال لا تشتهي ما لغيرك شهوة عيون لا تشتهي ما لغيرك اخاب الملك بص للغيط او الحقل يعني بتاعه راجل فقير اساسا اسمه نابوت الي ازرعين راجل فقير جنبه كده في جنب الاصر بتاعه بس الراجل يعني بيزرع كويس وبيقد واجبات والزرع بتاعه مورور وحلم فبص للغيط ده طيب انت راجل رئيس او يعني ملك لاسرائيل ما انتش محتاج انما طمع واشتهي حاجة غيره وللأسف مراته ايزابيل ماشي معاه في الفكر ده راحت ايه دبرت في قتل نابوت الي ازرعين واتصبوا لايه الحق فقليا النبي قال لها الكلاب اللي لحس الدم نابوت الي ازرعين تلحس دمك انت كمان وحصل بعد كم شهوة عيون السيد المسيح بيقول ايه اذا نظر احد الى امرأة واشتهاها قدوا بالك واشتهاها فقد زنبها في قلب هو اللي انت بتتعامل مع ربنا يعني بشفافية ولا يعني بطريقة زجزاجية زجزاجية يعني ايه زجزاج يعني كده كده لا انت بتتعامل مع ربنا بشفافية فكون ان النظرة بس يحصل بعدها التفاعل وسخونة وثم اقدام احنا بيحصل تصرف اللي هو بنسمي دلوقتي الايه التحرش ده ممكن يحصل اكثر من التحرش يحصل ايه اغتصاب شاكل القانون المدني صارم جدا في النقطة دي عملا بقول الكتاب لا تشتهي مال غيرك واذا نظرت الى امرأة واشتهيتها فقد زنيت بها في قلبك صح صح انما على النقيد اولاد ربنا سمعان الخراس ده راجل بسيط يعني اسكافي فحصل ان اشتهى المرأة وبيفصل لها السندل بتاعها وان كانت الكنيسة ما بتوافقش على المبدأ ده بتحرمه فالقصة بتقول ان هو يعني افقد عينه علشان اخطأت يعني وبعدين بقى تقريبا حد سأله قال له ليه كده عم السمعان تعمل في نفسك كده قال له مش السيد المسيح قال قال انا صارتك عينك اليمنى فاقلعها ورقيها عنك لكن هو المسيح يقصد ايه يقصد اه المعنى الرمزي الروحي يعني مش اللي بجد مش اللي بجد يعني لا لا يلا كلنا كنا قطعنا ادينا بقى علشان بنسرق ولا رجلين عشان بنمشي هنا ولا يعنينا لا هو ربنا بيقصد ربنا يقصد ايه المعنى الرمزي يعني اقلع عن النظرات المختلسة ثم التي تتفاعل معها لتشتهي اه على اي حال المرأة او تشتهي حاجة غيرك اللي بيسموه الناس دلوقتي الحسد ما بنؤمنش بالحاجة دي بس الناس بيسموها كده يعني لكن ايه في الاصل ايه في المعنى المضمون المعنى ايه ان هو بيشتهي الحاجة ديت يعني لا ده انت تشوف الحاجة وتدعي وتصلي تقول يا ربي بارك لك يا فلان ويريد تزيد كمان وكمان ولذلك يا حباي معلمنا بولس الرسول في رسالته الاهل كلوسي 3-5 يقول اميتوا اعضاءكم التي على الارض الزنا النجاسة الهوى الشهوى الرضية الطمع الذي هو عبادة اوسان شوفوا الكلام اللي هو عالي ده اوي ما تقدرواش تسمعوا الكلام ده في كتب تانية ولا حاجة حتى في كتب الفلاسفة اليونان او كتب الرواقيين حتى افلاطون لم يأتي بمثل هذه الكلمات الرائعة لان دي كلمات الروح القدس روح الله القدوس بنقول ان ايه العالم هو كمان هو على فكرة بقى هو الانشغالات والهموم ازاي ده تلاقي الواحد شايل الهم الى ان يقع ويموت ايه عم اه في ايه قال ده اصل ده وقع ومات من كتر الايه الشغل والتجارة والسوق ونعيان الهم والمكسب والخسارة فطب مات طب ليه السيد المسيح قال ان ده غلط وقال الموضوع ده هو في مثل الزارع من ناحية ان البزور اللي نزلت ما بين الشوك قال ان الشوك ده هو العالم وغرور الغنى بيخنقان الكلمة فيصير بلا سمر يعني الزارع تطلع تلاقي الشوك يحوتها لغاية لما يخنقها تموت هكذا قال بقى ان الشوك ده هوت هو غرور العالم غرور الغنى والعالم العالم وغرور الغنى وايضا هموم العالم العالم هو فيه كتير من المعاشرات الرديئة يعني بنقول ما هو العالم ممكن نقول عليه العالم الوحش يعني معاشرات رديئة عشان ما تعممش اه لا فيه قدسين كتير اه ناس كويس ولذلك معلمنا بولس الرسول يقول لا تضلوا فان المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة يعني ايه برضو حكاية المعاشرات دي دي نحط عليها برضو دايرة ونقعد نفسر فيها شوية هو برضو معلمنا بولس الرسول فصل الكلمة المعاشرات دية الرديئة دي قال ايه قال افا استعطف الان الناس اما الله يعني انا هاعتمد على الناس ولا هاعتمد على ربنا واجري ورا الناس واستعطفهم يخلصولي حكتي باي طريقة ولا اصلي واقول يا رب انت حط ايدك واشتغل انت افا استعطف الان الناس اما الله اما اطلب ان ارد الناس فلو كنت بعد ارد الناس لم اكن عبدا للمسيح احيانا الناس بيطلبوا مننا طلبات يقولونا بس عمل لنا الورقة دي وخلصها كده باي طريقة وامضي واشوف اتنان شهود وخلص نفسك وهتلينا الورقة دي واحنا ان شاء الله يبا احنا كده بنحاول نرد الناس بامور غير ايه شرعية او مثلا احنا نخلص الموضوع ده هو كذا كذا اي موضوع ان شاء الله حتى الموضوع ده يخص حياته الزوجية نقول له بس اصور وسجل وبتاع وهتلينا علشان نخلصك ايه من الزوجة دي ويعين الزوجة على نياتها مش واخده بلا يعني فتلاقي مثل هذا الشخص يقول ايه ان كنتوا بعد ارد الناس اذا لستوا عبدا للمسيح هتبالكم ازاي والعالم وحش القديس باسلوس الكبير يقول ايه ابتعد من نظر وسماع ما لا يفيد فتتخلص من فعل لا يفيد العالم يا حباي هو النميمة والوقيعة والمجاب السيرة والمعارك تشتغل والخصامات تزيد والسلام يفقد من الاسرة ولا المجتمع نتيجة الوقيعة وكله داخل في شؤون الاسرة وشؤون الزوج والزوجة والنميمة والاشاعات والكلام ايه ده كله النميمة والوقاع ديه خطيرة القديس مكاريوس الكبير يقول احفظوا زواتكم من كلام النميمة والوقيعة لكي تكون قلوبكم طاهرة تيجي تصلي ايه بضميرك راضي عليك لانك لو وقعت دف ده ولا خربت ديف ده ولا عملت نميمة ضد دف ده اه طبعا الواحد اه هنصلي ازاي طيب قدام ربنا اه لازم نصلي واحنا اه بيقولوا عليها بطهارة السريرة طهارة السريرة يعني ايه طهارة النفس جوه يعني اه وتلاقي ربنا يقول لك فاحص القلوب والكلام الكلام العالم يا حبائي فيه وحشات على سبيل المثال الخمور والمخدرات ده ما بقتش بقى خمور ومخدرات بس ده بقت حاجات كيميكل يعني متصنعة تعمل كل اللي ايه كل اللي اللي هو ينعش الانسان انعاشا وهميا مدمرا للخلايا العصبية في المخ عشان كده كل اللي بياخد مخدرات بيحصل له جنان بعد كده جنان اللي جاي من ايه ان المخدرات دي تموتت الشعيرات العصبية اللي هي بتغذي مراكز المخ فمراكز المخ بازت فهتلاقيه مجنون يعمل اي حاجة جنان دي القادة المخدرات شوفوا تعمل ايه معلمنا بوليس الرسول يقول لا تسكروا بالخمرة التي فيه الخلاع ما هو الخمرة بتبوز الشعيرات العصبية في المخ وممكن الشعيرات السامعية يقول لك ايه قول تاني مش سامع او ما هو الاعصاب المغزية ليه العصب السامعي بيتأثر بل ان ممكن ما يشوفش كويس تلاقيه مش مركز لان التركيز عنده اختل طب هو ليه حبيبي انت ارامي نفسك في المر ده وممرر غيرك معاك طب يا سيد اتعالج فيه علاجات دلوقتي متقدمة اتعالج وتبقى كويس بدل ما تضر نفسك وتضر غيرك وإيه اللي رميك على التعب ده قال له كان فيه شاب يعني قبل ما يخطب بقول له ايه اخبارك وكده قال لي ايه السجارة بس كده قلت له السجارة بس قال لي اوه وبعدين ايه خطأ فامرات قالت لي ما عرفش حاجات مخدرة قال ازاي ده بقول حتى السجارة بس دخان قالت لي لا ده السجارة دي فيها حاجات محشية جوه من الايه من المخدرات ده مشكلة كبيرة فانا بعتله قلت له يا ابني بلاش كده او اتعالج او نشوف خادمي فاهمك ان ده خطر قال لي لا 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 انا بشرب دية اي نعم فيها مخدرات بس بتعملش حاجة انا كويسة قلت له ما عشان انت شاب بتحتمل كلها خمس سنين وتبقى في النازل تموت او تتجنن او كده قال لي لا لا ده انا صحاتي تمام وبشتغل بعد سنتين مرات قالت لي ده بيهلوس بي ايه بيهلوس سنة كمان خد كل فلوس الفلوس اللي في البيت وصرف على الشرب بتاعه بقى مدمن طب تعالج لا مش عاوز يتعالج وبعد كده بقى يعد في الشارع يعد على الرصيف سنة كمان وتوفاه الله طب بالزمة طب انت ليه ابتدت البداية البسيطة دية بالسجارة ما السجارة حيحط لك حاجات ده حينا بيجاملوا بعض يقول لك تفضل يعني دخل يعني بس دي كويسة يعني يعني السجارة تعمل لك دماغ كويسة مش زي يعني دي بقى يعني صوبر يعني كويسة ويعزموا على بعض بالايه بالحاجات دية طبعا هو يمتد يمتد الى ان يتوفاه الله تعالى ارجوكم يا حباي حتى لو في امر زي كده مفيش مانع نتعالج او نعرض نفسنا على دكتور فيه عندنا في الكنيس مراكز وخدام متخصصين في العلاجات دية بس يبع الواحد عنده نية يتعالج برضو وبقول لولادنا الصغيرين اوعى تقع في الفخ ده اهرب زي ما هرب يوسف الصديق من امرأة فوطفار اهرب اجري اوعى اوعى تجرب حتى اللي هي السجارة دي حتى لو بريئة اوعى بلاش على فكرة الدخان بتاع السجاير بيخلي الاولاد اللي يتولدوا معوقين لان بدل ما الست يعاني تاخد اكسوجين تاخد دخان والاكسوجين مفيش وبقى سانوكسيد كربون فالولد اللي جوا ببطنها عمال بيتنفس سانوكسيد الكربون فمراكز المخ ما تكتملش يطلع معوق ارجوكم يا حباي نتعلم الايه الصح نتعلم الصح والحاجات دي موجودة احنا بنحاول نعالجها باي طريقة انا اقول لكم ايه نهاية الامر نهاية الامر يا حباي اقول لكم زي ما قال معلمنا القديس يحنى الانجيلي اللي هو يحنى الحبيب تلميس الرب يسوع اللي كان بيستند او بيستند راسه على صدر ربنا يسوع المسيح فسيب لنا اية بخصوص موضوع العالم وحشته والعالم الشرير بيقول لنا لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم ان احب احد العالم فليست فيه محبة الاب ربنا كل ماجد دائما ابديا امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة